السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالله النزيم معلم الدراسات الاجتماعية وعلى لغة إشارة أستاذ عبدالسلام المغنين اليوم سوف نتحدث في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني المتوسط عن صخور القشرة الأرضية صخور القشرة الأرضية وقبل أن نبدأ سوف نراجع الدرس السابق الدرس السابق كان يتحدث عن الغلاف الصخري الغلاف الصخري وعرفنا الغلاف الصخري وقلنا هو قشرة الأرض الصلبة قشرة الأرض الصلبة التي تكون القارات وقيعان البحار والمحيطات هذا تعريف الغلاف الصخري ويتكون من عدة طبقات تختلف من حيث الكثافة ودرجة الحرارة والسمك والعناصر كذلك تحدثنا عن طبقات الأرض ذكرنا طبقة القشرة الأرضية طبقة الوشاح وطبقة النواة ذكرنا طبقة القشرة الأرضية تكلمنا عن درجة حرارتها وأنحالتها وعن تركيبها وعن تركيبها أنها من قشرة قارية وقشرة محيطية محيطية النوع الثاني الوشاح وقلنا هو قطاء صخري يحيط في النواة وهو نوعين الوشاح العلوي أعلى الوشاح ذكرنا درجة حرارته وحالته ثم تكلمنا عن الوشاح السفلي اللي هو أسفل الوشاح وتكلمنا عن درجة الحرارة والحالة ثم تحدثنا عن النواة ذكرنا أن النواة نوعين نواة خارجية ونواة داخلية ونواة الخارجية تحدثنا عن درجة حارتها وعن حالتها وأنها تتكون من مواد منصهرة ونواة الخارجية تكلمنا كذلك عن درجة الحرارة والحالة عن حالتها تكلمنا عن نواة أنها نوعين نواة خارجية ونواة داخلية اليوم حنتكلم عن صخور القشرة الأرضية صخور القشرة الأرضية أهداف الدرس أن يذكر الطالب مما تتكون القشرة الأرضية أن يذكر الطالب مما تتكون القشرة الأرضية الثاني أن يعرف الطالب الصخور الرسوبية أن يعرف الطالب الصخور الرسوبية هذه أهداف الدرس أن يذكر الطالب مما تتكون القشرة الأرضية اثنين أن يعرف الطالب الصخور الرسوبية تمهيد يتسم الغلاف الصخري بتكويناته وطبقاته المتعددة وبتنوع صخور الغلاف الصخري فمن الغلاف الصخري تحدثنا عنه ومما يتكون الغلاف الصخري صخور القشرة أرضية الصخور ما هو تعريف الصخور؟ هو مركب ينشأ هو مركب ينشأ عن اندماج مجموعة من المعادن هذا تعريف الصخور مركب ينشأ عن اندماج مجموعة من المعادن وتتكون القشرة أرضية من الصخور الآتية صخور نارية صخور رسوبية وصخور متحولة عرفنا هنا الصخور هو مركب ينشأ من اندماج مجموعة من المعادن وتتكون صخور القشرة أرضية من صخور نارية وصخور رسوبية وصخور متحولة لدينا هنا صورة المملكة العربية السعودية زي ما هو واضح موجود ثلاثة ألوان اللون الأحمر واللون البني الفاتح واللون الرصاصي هذه خريطة جولوجية من الملكة العبية السعودية اللون الأحمر هو الدرع العربي ويتكون من صخور نارية وصخور متحولة اللون البني هو الرف العربي الرف العربي وهو صخور رسوبية كل هذه صخور رسوبية اللون الرصاصي زي ما هو واضح في الأماكن اللي هنا هو صخور بركانية صخور بركانية ومنطقة حرات ومنطقة حرات هذه خريطة جولوجية للمملكة العربية السعودية تقويم مرحلي أذكر أنواع صخور القشرة الأرضية أذكر أنواع صخور القشرة الأرضية نعطيكم دقيقة للتفكير ونرجع لكم فيها ترجمة نانسي قنقر أذكر أنواع صخور القشرة الأرضية أذكر أنواع صخور القشرة الأرضية وصخور متحولة هذه أنواع صخور القشرة الأرضية النوع الأول الصخور النارية النوع الأول الصخور النارية ما هي هذه الصخور؟ هي صخور منصهرة اندفعت من باطن الأرض ثم تصلبت هي صخور منصهرة اندفعت من باطن الأرض ثم تصلبت وتتكون هذه الصخور من بلورات المعادن وهذه الصخور عديمة المسام عديمة المسام أي لا تعبر مياه الأمطار من خلال هذه الصخور وهي عديمة المسام تكون في كتل كبيرة وتوجد في مملكة السعودية في الدرع العربي في الدرع العربي اللون الأحمر تكلمنا عنها قبل شوية تعريف الصخور النارية هي صخور منصهرة اندفعت من باطن الأرض ثم تصلبت وتتكون من بلورات المعادن وهذه الصخور عديمة المسام عديمة المسام وتكون في كتل كبيرة بشكال كبيرة وتوجد في مملكة السعودية في الدرع العربي أنواع الصخور النارية تتكون من بلورات المعادن عديمة المسام عديم معنى مسام أي لا تعبر مياه الأمطار تجمع إلى باطن الأرض فتسمى عديمة المسام وهي كتل كبيرة لدينا أنواعها جوفية وهذه جوفية متصلبة في أعماق بعيدة تصلبت في أعماق بعيدة ومن هذه الصخور النارية القرانيت القرانيت والصخور النارية الجوفية تصلبت في أعماق بعيدة كذلك من الصخور النارية وسيطة وهي متصلبة في أعماق قريبة من سطح الأرض ومن أمثلة هذه الصخور الباثوليت نوع يسمى الباثوليت النوع الثالث من الصخور النارية الصخور البركانية وهي متصلبة على سطح الأرض على سطح الأرض من أمثلة هذه الصخور البازلت البازلت هذه أنواع الصخور النارية صخور نارية تصلبت في باطن الأرض جوفية وفي صخور وسيطة وفي صخور بركانية تصلبت على سطح القشرة الأرضية من أمثلة الصخور الجوفية الگرانيت ومن أمثلة الصخور الوسيطة الباثوليت ومن أمثلة الصخور البركانية البازلت هذا النوع الأول من صخور القشارضية الصخور النارية النوع الثاني الصخور الرسوبية الصخور الرسوبية وهي صخور طبقية ذات مسام يعني تعبر مياه الأمطار من خلالها وهي صخور طبقية ذات مسام تكونت من التحام رواسب الصخور بفعل عمليات التجوية هذا تعريف الصخور الرسوبية أعرفها لكم هي صخور طبقية جاي على شكل طبقات تجدها في الجبال على شكل طبقات وهي ذات مسامية أثناء الزل الأمطار لا تتجمع فوقها وإما راح تخترقها بسبب أنها ذات مسامية تكونت من التحام رواسب الصخور على مدة زمن الطويلة تتجمع الرواسب وبعد مدة زمنية مية ميتين ثلاث بئة سنة تأتي طبقة أخرى طبقة أخرى على مدى السنوات صخور طبقية ذات مسام تكونت من التحام رواسب الصخور بفعل عمليات التجوية أنواعها لدينا كيميائية مترسبة من تفاعل كيميائي مثال على الصخور كيميائية الملح الصخري النوع الثاني من أنواع الصخور الصوبية صخور ميكانيكية من التحام رواسب الصخور التحمت مثل الحجر الرملي حجر رملي رمل وصار حجر بسبب التحام رواسب الصخور كذلك صخور عضوية من بقايا مخلوقات حية متحللة مثل الحجر الجيري الحجر الجيري هذه أمثلة للصخور الرسوبية صخور كيميائية مثل الملح الصخري وصخور ميكانيكية مثال الحجر الرملي وصخور عضوية مثل الحجر الجيري هذه الصخور الرسوبية وعرفناها وذكرنا أنواعها النوع الثالث صخور متحولة صخور متحولة وهي الصخور تحولت من أصلها الرسوبي أو الناري أصلها الرسوبي أو ناري تحولت بفعل إيش بفعل الحرارة والضغط بفعل الحرارة والضغط الصخور متحولة هي الصخور تحولت من أصلها الرسوبي أو الناري بفعل الحرارة أو الضغط مثل مثال صخر الرخام المتحول وصخر النايس وصخر الكلس هذه من أمثلة الصخور المتحولة الصخور المتحولة تعريفها هي صخور تحولت من أصلها الرسوبي كان أصلها الرسوبي وتفتتت ثم تصلبت أو أصلها ناري كذلك بفعل الحرارة والضغط وصارت صخور متحولة لدينا هنا صور لبعض أنواع الصخور إما نارية أو رسوبية أو متحولة لدينا هنا صخر الكلس لدينا حفور سمكة على صخر رسوبي لدينا هنا صخر ناري صلب بركاني لون أسود واضح صخور رسوبي أثرت فيها التجوية لدينا هنا صخر بازلت وصخر نايس ولدينا واضح صخور الرخام هذه بعض أمثلة الصخور الموجودة في القشرة الأرضية هذا النوع الثالث صخور متحولة عرفناها صخور تحولت من أصلها رسوبي أو ناري إلى صخر جديد بفعل الحرارة والضغط تقويم ختام عرف الصخور النارية سأعطيكم دقيقة للتفكير ونرجع لكم رجعنا لكم كان السؤال يقول عرف الصخور النارية هي صخور من صهرة اندفعت من باطن الأرض ثم تصلبت صخور اندفعت من صهرة اندفعت من باطن الأرض ثم تصلبت هذا تعريف الصخور النارية كذا أنهينا درسنا صخور القشرة الأرضية شاكر لكم حسن استماعكم وأنصاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا